السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق ويقناة فرينشاوي مع مسيو وليد مصطفى في الفيديو ده هنحل مع بعض 60 جملة قواعد على الدرس التاني في الوحدة التانية اللي كان بعنوان الحديث عن العمر وتاريخ الميلاد ما تنساش لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب تنزل التطبيق الخاص بينا مجانا والرب بتعفوص في كل الفيديوهات علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتحل اختبار على كل فيديو وتنزل الملافات الشرح والتدريبات pdf شهر كلمة شهر اتفقنا انها مفرد مذكر هتاخد كل في اي شهر شهر انه يكون طبعا للسعيل انها مفرد مذكر انت تولدت نقط الاجابة ركز نونت في نونت نونت دي مدينة يعني مكان يبقى السؤال باين انت تولدت اين نقط تكون اختك الصغيرة ما فيش غير كومو واتفقنا انه كومو في الوحدة الاولى كانت بتسأل عن الوصف كيف تكون اختك الصغيرة يعني وصفها باي صفة انت تحب جوغ واخيرها اس جوغ مذكر لكن اخيرها اس تبقى جمع مذكر كال جوغ نقط سي الاجابة سي اون ما كت سي تون ما كت كلمة غير عاقل يبقى السؤال باي كاسك كاسك سي ما هذا تييني انت تولدت ا دات كلمة دات مؤنف اكل دات في اي تاريخ تون انيفرسير سي عيد ميلادك يكون كون متى سي نقط سا سي كوا سا هو يطلع ايدا كوا اللي هي الشكل العام بتاع اداة الاستفهام كاسك نو سوم ان نقط موا موا بعيد انها مفرد مذكر تاخو كال ان كال موا ان نقط كلاس كلاس مفرد مؤنف يبقى ان كال كلاس في اي فصل هنا الفصل الدراسي الفصل المدرسي لقاعة الدرسية جسوي ني انت ولدت رقم شهر يبقى على طول لسيز اكتوبر السادس عشر من اكتوبر بيير اي لك سان ني بيير و لك اتنين ولاد ولدوا الشهر على طول يبقى ان ان جانفي جوليان اي تيو ولد وولد سيز ان ستتاشر سنة يبقى عمر بناخد فرق افوار ان هما الاتنين عندهم ستتاشر سنة جسوي ني انا تولدت موى دو ماي طالما فيها مسبوقة موى تاخد او موى دو ماي في شهر مايو نادية اي نادية تكون لو 23 جوية نادية موانس تبقى ني اللي فيها او بتاعت التأنيس موى انا جيم انا احبو ديمانش الاحد هنا ناخد لو ديمانش احبو الاحد يوم الاحد يعني نوات سان دي كوبان دو كلاس سان انجيب لها س سان هؤلاء يكونوا زملاء فصل هنا زملاء جمع مذكر ماينفعش ابدا نجيب معاها ال جابريال ايني جابريال ولده انزمي انزويت تفقنا عليهم قلنا انزويت بياخدوا ل مافيش الا الابوستخف معاهم لان اليوم مذكر انا عندي حزازات جمع مذكر بريزيليان جمع مذكر علي ايه علي مفرد مذكر الصفات الوحيدة اللي تنفع هي تميد طبعا خقول لانها تنفع كده وتنفع كده موسيو سيدي و طبعا وزاو كيل اج الكلام عن العمر بنستخدم دايما الوحيدة اللي تنفع كده تيها انت عندك اج موجودة في الايقابة اللي فوقيها تيها انت عندك اج مفرد مذكر كيل اج لكوبين زملاء جمع مذكر سامبا لطفاء هي دي صفة الصفة يقو قدامها الوحيدة اللي تنفع يبقى الصان من پير ايني بابا يا ولد ديسمبر الشهر جاي على طول يبقى على طول او او ديسمبر في ديسمبر محفوظة جدا يطلع امتى مونة يا مونة بكلم بالنوتة تي ي ني لازم ادلها علامة التأنيس انت تولدت امتى نقط الانيفرسير دو تيو كن متى يكون عيد ميلاد تيو نقط وي مي تمانية مايو بكلم عن تاريخ يوم مو قلنا التمانية وراكم 11 11 11 يغضوا له تمام ما بيضغيروش معاهم ما فيش إلا apostخف مع تمانية و 11 11 اللي في صن البنات يكونو غمع مؤنف بابعاد غمع مؤنف تي ي طبعا تي ينه تفير باتخ مع تي انت تولدت متى يَسْوِي نَيَوْ مَوَا يَقِبَعْ دِهَا دَوْا عَلَةُ الْبَدُونَ تَغْيِرْ مَوَا دَوْ جُوَعْ فِي شَهْرِ يَوْنِيو مُونَا أَيْ مُونَا تَكُونَ لَا أَنزِيَمَ إِلَيْهُ وَ لِسَي تَفَقْنَنُوا أَنزِ وِيطْ مَا بِعْدُوشْ وَلَا لَوَا لَا تَفَقْنَنُوا أَنزِ وِيطْ مَا بِيَغْدُوشْ إِلَا أَبَوَسْخُوفِ بس مونا دي مؤنف هناخد معاها لَا أَنزِيَم الْحَادِيَةَ عَشْرَ او التلميذة الحادية عشر هنكتب هنا لا اتعرفها بالتفصيل في تانية سنة وإن شاء الله نُؤَدْتُ يَا دَنْتَانْسَكْ إِنتَ مَعَكْ فِي شَنْتِتَكْ كَيْسْكُ مَا بَا أَنْتَ مَعْكَ فِي شَنْتِتَكْ لِكُوبِينَ سَنْ الزَّمِلَاتْ يَا كُنَّ جَمْعِ مُؤَنَّفْ أُغْدُونِي جَمْعِ مُؤَنَّفْ سامي وعالي عمر ست سبعتاشر سنة يبقى فير بأفوار مع إِلَا وِكْ اسْ أَنْ أَنْ دِسْسَيْتَانْ عندهم سبعتاشر سنة نُؤَدْ سَنْ بَاوَغْدْ جَمْعِ مُؤَنَّثْ صفة يبقى هنا هنختار أَنْ سَنْ بَاوَغْدْ هُنَّ يَكُنَّ رَغْجَيَاتْ أو ثِرْثَرَاتْ مش عارف لي مركزين هم رَغْجَيَاتْ تُوِيَنِي انتَ تُولَتْ أَا دَتْ دَتْ مُفرَدْ مُؤَنَّثْ أَا كَلْ دَتْ في أي تاريخ جولي أَنِي جولي ولدتْ موَا دُو طالما فيها موَا يبقى على طول يبقى السؤال لازم يكون بأينا اوه نتالي يَنِي او موَا او موَا دَو مَي في شهر مايو بدون تغيير 20 أفغيل رقم مو شهر على طول لَوَا 20 أفغيل العشرين من عبريل عيد ميلادي او موَا موَا موزكر او كال موَا جَمْ لِزْاكْتِيْتِيْتِيْتِيْ وَحِبُوا الْأَنْشِطَةْ جَمْعِ مُؤَنَّثْ جَمْعِ مُؤَنَّثْ ما مرينة أمي ولدت أكتابر طالما الشهر الواحد يأخذ 1 1 أكتابر سير نوء سير مانفوازا إنه غاري عاقل ولا غير عاقل عاقل يبقى سي كي من هذا هو مين دها طب لو دي كلمة غير عاقل ليسي كوا هو اي دا خلاص فرق بين العاقل وغير العاقل كي و كوا كتب ليو تكون بتكلم عن الكتب جمع مذكر جمع مذكر ونقطة المفاتيح كلمة جمع بتسوي هتاخد معاها فعل أدخل كده أين تكون المفاتيح طب لو مفتاح واحد هياخد لأنه مفرد بيسوي الف المفرد الصور تكون الصور جمع مؤنث جنيال جمع مؤنث جولياليو بنت ولد يبقى جمع مذكر هنا 18 سنة يعني فر بأفوار عندهم 18 سنة من عيد ميلادي ل 15 أبريل إنه يكون 15 إبريل نحن نكون أي تاريخ يعني تاريخ إيه اللي إحنا في النهار ده نوات بوخطابل دو جون إيه سوپير كلمة بوخطابل موذكر المحمول لأوه بوخطابل ونوات مواصم نو ون كل مواصم نو ون كل مواصم نو في أي شهر نكون ست ين تخوس كلمة تخوس مؤنث هنجب لها صفة مؤنث وهي جولي جولي يعني لطيف أو جميل كرسات ليا تكون بوصف الكرسات جمع مذكر بالتالي هنجب لها ما فيش حاجة جمع مذكر بس عندك أغانج واتفقنا أنه أغانج ومغان يمشو أي حاجة سواء مفرد أو جمع مونا ونبيلا يكون بنتين جمع مؤنث جمال جمع مؤنث طب لو جمع مذكر كنا هنختار جمو اللي آخرها إكس مادام يا سيدتي عرفك أن أنا بكلم واحدة ست مفرد فو زت ني هتقول لي فو للجمعة هقول لك يا فندم حدد لك في الجملة أن مادام سيدتي بيتكلم مع مفرد مؤنث يبقى نختار التبعية أو الصفة الكلمة دي مفرد مؤنث زملائي 16 سنة ونص هنا أتكلم عن العمر يبقى فيغ بأفوار أفوار مع إلا فيك إس زملائي عندهم 16 سنة ونص إنها هدية مغيون أي كلمة أخيرها يبقى كلمة مذكر يبقى إنها تكون هدية مغيون في نهاية الفيديو خلينا أفكرك تحمل التطبيق المجان الخاص بنا موجود على بلاي ستور اكتب بس فرنشاوي أو تعلم اللغة الفرنسية هنزهر لك تاخذ المصاري المناسب ليك تابع دروسك بالترتيب حمل ملافات الشرح والتدريبات PDF وحل اختبار على كل فيديو شكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته